موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وارحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله اقتضت الحكمة الإلهية أن أي إنسان لا بد أن يمر في حياته بمحطات اختبار وابتلاء من الله تعالى فهذا يبتلى في صحته وآخر يبتلى في ماله وآخر في أهله وآخر في عمله قال تعالى في محكم التنزيل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم والابتلاء قديم قدم الحياة البشرية ووجوده مرتبط بوجود الإنسان ومنذ خلق الله آدم والابتلاءات تترى وتتوالى وهذا ما علمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أصحابه حينما جاءه بعضهم يطلبون النصر ويشكون إليه تعذيب قريش لهم ففي الحديث الشريف شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يؤفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون عن الابتلاء وأسراره يسعدنا ويشرفنا أن نكون بصحبة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء بمريتانيا أهلا وسهلا بفضلاتكم وجمعة مباركة بارك الله فيكم وعليكم مرحبا بكم وأهلا وشرفوا لنا أن نستهل هذا الستوديو الجديد بهذا الشكل الجديد في وجود حضرتك الله يكرمكم ويبارك فيكم في الستوديو اللهم أمين بارك الله فيك فضلات الشيخ كما نستقبل لمشاهدين الكرام أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة الآن فضلات الشيخ في البداية ما هو الابتلاء وما مظاهره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدارة دارة امتحان وابتلاء ولم يجعلها دار قرار ولم يجعلها دار نعيم وسعادة فلذلك بناها على سنة وهي سنة الابتلاء أنه يمتحن أهلها بها فالذين سينالون جزاءهم من القيامة جزاءهم حتمي إما إلى جنة وإما إلى نار والله أعلم بمن هو صائر للجنة ومن هو صائر للنار فهو علام الغيوب ولكنه أراد أن يقيم الحجة عليهم فيبتليهم ويمتحنهم لأنه لو خلقهم مباشرة في الجنة أو خلق الذين خلق للنار مباشرة في النار لكان لهم حجة وخاصموا لكن جعل لهم مسيرا في الطريق وجعل لهم دارا أخرى يبتليهم فيها يمتحنهم فهي دار امتحان قبل أن تمنح الشهادة لمستحقها في يوم القيامة لا ظلم فيه لا ظلم اليوم هو يوم العدل والحق ولذلك لا بد أن يكون الإنسان في هذه الدار يمر بعراقيلها وعقباتها ويمتحن ويمتحن ويمتلى حتى أهل الله وأوليائه كرسوله وأنبيائه هم أشد الناس بلاء وابتلاء في هذه الدار فالله سبحانه وتعالى امتحنهم بامتحانات عظيمة وشاقة ولكنهم نجحوا فيها جميعا فوفقهم الله لذلك والسالكون لهذا الطريق يعلمون أنهم لن يجدوا في هذه الدار متعة أبدية وأن من عجلت له ملذاته في الحياة الدنيا فمعنى ذلك أنه راسب في الامتحان وأنه سائر إلى النار فالذين كفروا وقالوا لهم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هوني بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وأما أهل الإيمان فيعلمون أن الجنة حجبت بالمكاره معناه لن يصل إليها الإنسان حتى يمر بكثير من المكاره وهذه الحكمة بيّنها الله في كتابه فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وهذه الفتنة هي الابتلاء وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبيّن الله حكمته في هذه الدار كلها حياة وموتا فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا قال بعض أهل العلم بدأ بالموت قبل الحياة لأن المقصود بالحياة هنا حياة البعث للحياة الدنيا الذي خلق الموت فهو الامتحان العظيم الكبير الذي يقطع عمال الإنسان لأنه بالأشل ينقطع الأمل والحياة بعده لأنها التي ينال فيها الإنسان الجزاء ليبلوكم فهذا هو الامتحان هذه الحكمة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا فمن كان محسنا وغلبت حسناته على سيئاته فإن الله من عدله أنه لم يشترط أن يكون الإنسان محسنا في كل شيء ولم يشترط أن لا يكون الإنسان إلا كفة واحدة كفة الخير بل جعل لكل إنسان ميزانا يوضع بين يديه توزن في حسناته سيئاته حتى لو كان إبليس حتى لو كان أبا جيلين حتى لو كان فرعون لو كان أبا لهب لا يمكن أن يظلم شيئا يوضع الميزان بين يديه له كفتان ولسان فتوزن في أعماله فمن رجحت كفة حسناته نجا ومن رجحت كفة سيئاته هلك ومن النادر جدا أن يكون الإنسان ليس له أي شيء يوضع في الكفة الأخرى هذا فقط المعصومين من الأنبياء والمرسلين ما من دونهم لا بد أن يكون يوضع شيء في كفة السيئات نعم التاول كان من الصحابة والأمة نعم لابد الآية الكريمة اللي حركت فضلت بها ونبلوكم بالشر والخير فتنة قد يفهم الإنسان البلاء بالشر المرض والتعب والموت ما هو البلاء بالخير البلاء بالخير هو ما يناله الإنسان من النعمة والعافية في بدنه وأهله وماله وراحته وسعادة نفسه وطمأنينته ونصره على أعدائه وراحة روحه وسعادته بالتوفيق للأعمال الصالحة كل ذلك من الابتلاء بالخير فالابتلاء يشمل الأمرين فمن المعلوم أن هذه الدار جعلها الله دولة ولذلك قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فلا يمكن أن يدوم فيها حال فهي مثل الظل الظل لا يثبت أبدا ما كأذامت الشمس قبل الزوال فهو متجه إلى الغرب ومباشرة عند أول زوالها سيتجه إلى الشرق فكذلك هذه الدنيا أمورها كذلك إما أن تكون في إقبال وإما أن تكون في إدبار أما الاستقرار فليس من شأنها ولا هو من طبيعتها ولهذا الحكماء عرفوا أنها مجرد طريق ومجرد استعداد للدار الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت الشجرة وقال لعبد الله رضي الله عنه وقال يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وذلك أنه لو نال كل ما يشتهي وكل ما يبتغي في الحياة الدنيا لن يدوم له شيء من ذلك الصحة لن تدوم والشباب لن يدوم والجمال لن يدوم والمال لن يدوم والأهل لن يدوم والعافية لن تدوم والصحة لن تدوم ونبي صلى الله عليه وسلم قال فإن النعم لا تدوم حتى النعم الله لا تدوم يا أحد لو دامت لأحد دامت لمن سبقنا من من أوتي من هالشيء الكثير سليمان عليه السلام عندما قال الله وولث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون مع هذا ذهب سليمان وذهب الدولته وملكه وقد خرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الحج في آخر سنة من حياته ما رجع من الحج طعنه مباشرة نعم صحيح فلما خرج من مكة وقف على جبل في شمالها اسمه ضجنان فقال لا إله إلا الله وحده كنت أرعاء بلا للخطاب على ضجنان فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش ولقد أصبحت وعمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه ثم إن شاء يقول لا شيئا مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغني عن قيصر يوما خزائنه والخلدة قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها تفد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد حوض هناك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد فضلة الشيخ هل الإبتلاء هناك فرق بينه وبين البلاء أم كلاهما واحد بالنسبة للإبتلاء معناه الامتحان وهذا الامتحان يكون ببلاء أي بشدة والبلاء هو الشدة والمصائب فالابتلاء عم من البلاء الابتلاء قد يكون بالنعمة والخير وقد يكون بالابتلاء والشر والضر فكل ذلك ممكن فهو أوسع منه طيب هل هناك أنواع للإبتلاء فضلة الشيخ نعم الابتلاء بحسب ما يبتلى فيه قد يبتلى الإنسان في دينه وشر البلية البلية في الدين ما معنى الابتلاء في الدين حتى نفعله رضو بالله أن يسلط إبليس على الإنسان بالوساوس والأوهام وأن تسلط عليه الشبهات وأن تسلط عليه الفتن فيشك في عقيدته ويشك في دينه ويشك في صدق الرسول المرسل إليه ويشك في صدق الكتاب المنزل من عند الله ويبدأ في مهاوة الرداء والأوهام التي لا نهاية لها ولا عاقبة لها إلا جهنم عائد بالله من النار وهذا أقصى هذا أقصى الأشد بلا عند الله سبحانه وتعالى البلية في الدين ثم بعد ذلك البلية في العقل في المجانين والمعتوهون والمبتلون في عقولهم بليتهم عظيمة لأنهم لا يستطيعون أن يصلحوا دينا ولا دنيا ثم بعد ذلك البلية في البدن بأنواعها منها البلية في الحركة بالشلل ومنها البلية بالآلام الشديدة التي لا يتحملها الإنسان ومنها البلية بالعمى والصمم والبكم ومنها البلية بالأمراض وأنواعها كلها الأمراض البدنية ومنها البلية كذلك في الأهل فيبتل الإنسان في أهله بالخير والشر فيبتل بعقوق الأولاد نعوذ بالله والزوجة ويبتل بالخصام والنزاع في داخل بيته فيكون البيت حيما لا يطاق ويبتل كذلك بمرضهم ومصائبهم ويبتل بفسادهم نسأل الله السلامة والعافية وعداوتهم له يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم ويبتل أيضا في جيرانه فجار السوء في دار المقام هو الذي تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتل كذلك في أصدقائه وأحبته فكثير من الأصدقاء والأحبة يفقدهم الإنسان إما بموت وإما بهجران أو هجرة أو غير ذلك وكذلك يبتل الإنسان في وطنه فيضيق عليه فيه ويضطر لمغادرته مع أنه متعلق به في الأصل ويبتل كذلك في أهل جنسه وأمته فيرى ما فيها من الجراح والآلام والمذلة والهوان وكل ذلك ابتلاءات الإنسان ماذا يقدمه وماذا يفعل وماذا يضحي به وهكذا طيب أفهم من ذلك فضلت الشيخ أن الناس درجات في موضوع الابتلاء ما هي درجات الناس في موضوع الابتلاء الناس في الابتلاء درجات عظيمة وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإنما يبتل الرجل على قدر دينه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فييوب عليه السلام تلي ثمانية عشرة سنة بأشد البلاء في بدنه وفي أهله وفي أولاده وفي ماله لم يبق له أي مال وكان غنيا ولم يبق له أي ولد مات أولاده جميعا فلم يبق معه من أهله إلا امرأته وكانت تخدمه وتعمل عند بني إسرائيل فتطعمه من عملها ثم علم الناس أنها زوجة ذلك المبتلاء فخافوا منها ولم يتعاملوا معها بعد ذلك فصارت تبيع قرون رأسها لفتيات بني إسرائيل يتخذنه لعبا فلما رأاها قد قرعت ولم يعد في رأسها شعر غضب ذلك غضبا شديدا وأقسم له شفاه الله لأنها مئة سوت وبينما هو في تلك الشدة لم يعد له بيت ولا منزل ولا لباس ولا مسكن وهو على طرف قمامة لبني إسرائيل إذ مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذربه أحد من خلق الله قال وماذا أك قال ابتلاه الله ثمانية عشرة سنة ولم يرفع عنه البلاء فسمعهما أيوب فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم ومن حيائه من الله أنه لم يستطع أن يقوله فارفع عنه الضر وأيضا في الآية الأخرى إني مسني الشيطان بنصب مع عذاب نسب الضر للشيطان ولم ينسوه لله جل جلاله أدبا مع الله نصب مع عذاب فحينئذ أمره الله أن يركض برجله فنبع الماء من تحت رجله فاغتسل به مغتسل بارد وشراب فبرئ جسمه وعاد ونبت وعاد كما كان في أحسن شبابه وفي قوته وأنزل له اللباس من السماء والطيب فجاءت امرأته فإذا هو قائم فلم تعرفه فقالت أين المبتل الذي كان هنا لعله تخطفته الكلاب ثم نظرت فقالت ما أشبه هذا الرجل بزوجي أيام شبابه فقال أنا أيوب وأمره الله أن يأخذ ضغفا من النخل فيه عدد مئة عثكول فيضرب به ضربة واحدة لا تؤثر على ظهر امرأته حتى يمر بالقسم لا يحنث وعطاه الله سبحانه وتعالى جرينين أي مكانين لتشفيف الحبوب فملأ له أحدهما ذهبا وملأ له الآخرة فضة وخرج يوم من يغتسل في البرية فنسل عليه جند من الجراد من الذهب فجعل يجمعه في ذوبه فناداه الله ألمونك يا أيوب عن هذا قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك وابتلاء الأنبياء كثير عقوب ابتلي في أحب أولاده إليه في سيدنا يوسف وبعده في أخيه وبعد ذلك في كذب أولاده عليه ومخادعتهم له وبعد ذلك في بصره ويوسف عليه السلام ابتلي بالأقربين في إخوانهم الذين رموه في الجب وسلبوه كل شيء حتى سلبوه ثوبه الذي كان يلبسه وبيع بمصر بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ثم بعد ذلك ابتلي في عرضه والتهم ووضع في السهن مع اللصوص مدة طويلة ثم خرج ليكون ملكا على مصر وليكون بيده خزائن وأرزاقها كلها وهكذا الأنبياء جميعا وأشدهم بلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابتلي هو والمؤمنون معه في مكة بلاء شديدا دام ثلاث عشرة سنة ومن أشده ما علاقوا في الشعب عندما اجتمعت قريش في محصب بن كنانة وتعاهدوا على مقاطعتهم ومنعهم من الخروج ومنعهم من الشراء والبيع والنكاح فلا ينكحوا منهم ولا يناكحون ولا يبايعون ولا يهدى إليهم فحاصرهم في شعبها بطالب فدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه ومعهم المشركون من بني هاشم وبني المطلب فمكثوا كذلك مدة طويلة حتى كانوا يعصبون الحجارة على بطونهم من الجوع وحدث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد لا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار وحدث سعد بن بوقاص أنه خرج ليلة من الشعب فوقعت يده على شيء فنفضه فإذا هو جلد فجاء به أصحابه فشووه وأكلوه من الجوع وكذلك ما عذب به بلال وآل ياسر ومن استشهد بمكة تحت السياط والعذاب ثم بعد ذلك كانت الهجرة وما فيها من مهاجرة غادرة الأوطان والأحبة وبعد ذلك الجهاد فرض الجهاد وما فيه من الشدة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما كانوا يريدون القتال أبدا كانوا يريدون مكانا يأمنون فيه على أنفسهم ويتعبدون الله فيه ففرض الله عليهم القتال فكان كرها لهم ولكن الله نصرهم به وكانت المعارك فيها كثير من القتلى من الأحبة كحمزة بن عبد المطلبي وعبد الله بن جحشن بن عمته وقد بقرت بطونهما وخرجت أكبادهما وقطع أنفو بن جحشن وأذناه وهكذا حتى الابتلاء في أهله حادثة الإفك وما يتعلق بها ابتلاء بالمنافقين وبكعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق من اليهود والابتلاء بالهجائن حتى من أقاربه بأبي سفيان بن الحارث قبل أن يسلم وكان يهجوه وهو قريب له وبأم جميل بنت حرب أمية بن عبد الشمس وهي ابنة عمه وزوية عمه وكانت تهجوه وتدعو عليه وتضع الأشواك والأساخة في طريقه وابتلاء عظيم جدا لكن أشد مشهد من ابتلائه ما بينه الله بوقت الأحزاب فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كان ابتلاءا شديدا في الواقع حتى إنه أنساهم الصلاة في وقتها وبجن الله لهم أن هذا شأن الأنبياء من قبلهم فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويقول تعالى حتى إذا استيأس الرسول وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ومر إلى ابتلاءات سيدنا إبراهيم هنا استيأس الرسول ما المعنى لأنها قد يتبدر الذين أن الرسول وصلوا إلى مرحلة اليأس وحاش لا لا المقصود استيأسه بمعنى استبطأ نصر الله نعم والاستيأس معناه الاستبطاء تستبطئ النصر وأنت قرأت لنا الآن في مقدمة هذا البرنامج حديث خبابي بن الأردت رضي الله عنه قال يتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله لا تستنصروا لنا لا تدعو لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما كان عليه الناس من قبلهم خليل الله إبراهيم من أحب عباد الله إلى الله اتخذ الله إبراهيم خليل لكن انظر إلى ابتلائه ابتلي بالأقربين حتى بأبيه وابني عمه تمالأوا عليه جميعا ولم يكن تمالأ لمسرد إخراج أو ضرب أو شتم بل رميه في النار ولكن قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وبعد ذلك الابتلاء بالهجرة الشديدة عن الوطن وبعد ذلك بالابتلاء بعصف الملوك وظلمهم نمرود وغيره ثم بعد ذلك بالابتلاء بالأمر بأن يخرج بولده الحبيب الذي ما رزقه إلا على كبر وغمه وأن يتركهما بواد غير ذي سرع لا ماء ولا مرعى ولا طعام ولا شيران ولا أحد يدافع عنه فالسجاب لذلك ثم بعد ذلك أمره ابتلاءه بأمره في المنام بذبح ولده هذا قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر فحينئذ نجح إبراهيم في كل الامتحانات قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن جميعا تمهن معناه مئة بالمئة كانت الدرجة كاملة في كل مادة قال إني جاعلك للناس إمام هذه الجائزة نعم فضيلة الشيخ كيف يفرق الإنسان بأن هذا الابتلاء هو امتحان من الله عز وجل أم عقوبة من الله عز وجل بحسب حال المبتلاء فإن كان المبتلاء من الصالحين ومن أهل الخير فأشد الناس بلاءا الأنبياء فلأمثل فلأمثل وإنما يبتل الرجل على قدر دينه فأشد الناس دينا وأقواهم فيه وأحسنهم قياما بالعبادة هم أشدهم بلاءا وإن كان الإنسان فاسد الحال علاقته بالله سيئة فنكبه الله فهذا بلاء ليس عقوبة ليس هو جزاء الذم لأن الدنيا ليس دار جزاء الدنيا دار عمل ولا جزاء وما يصيب فيها المؤمن من الخير هو من بركة عمله لا من جزاء عمله وما يصيبه من الشر أيضا هو من شؤم عمله وليس من جزائه شؤم الذنوب نعم يصيب الناس بالقحط والشدة وغير ذلك من العقوبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مشهر المهاجرين وعيذكم بالله أن تدركوا خمسة فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم ولا نقص قوم المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة ولا نقضى قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما حكمت إمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم فهذه كلها بلاءات بسبب هذه الذنوب ولكن إذا رجع الناس وتابوا وأنابوا فحينئذ انتفعوا بهذه الابتلاءات الدنيوية كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحث بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون يذيقهم بعض الذي يعملوا ليس كلهم لعلهم يرجعون لذلك قال سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبتهم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فلذلك الفرق أن أهل الخير يبتلون على الخير وطريقهم هو صراط دنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي الذي هو جسر نصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب لواحد سبعون ألفا في النار والصراط الدنيوي كذلك لا بد أن يكون تذكيرا بالصراط الأخروي فلا بد أن يكون عليه عراقيل وعقبات ومشكلات ومصائب فهذا الصراط الدنيوي من صبر عليه وثبت سيثبته الله على الصراط الأخروي يوم القيامة فضلت الشيخ هل ما يصب الإنسان من هم وكدر وضيق هل يعتبر أيضا من الابتلاء؟ نعم كله ابتلاء فإذا عرف أن ذلك من إلقاء الشيطان ووسوسته واتاب وناب إلى الله وقال مثل ما قال أيوب إني مسني الشيطان من أصبه وعذاب فسيرفع الله عنه ذلك ولن يضره وإذا استمرأ ذلك واستمر فيه ووصيب بإحباط وكان من الذين يصابون بماء نعم اليأس فحينئذ هو الذي أورد نفسه موالد السوء طيب كيف يدفع الإنسان عنه الابتلاء فضلة الشيخ؟ دفعه بتقوية إيمانه بأقدار الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها فكل ذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف عنه وهو من أقدار الله سبحانه وتعالى التي لا ينفع فيها جد ولا اجتهاد ولا كسب ولا عناد كما قال الشاعر باتت تعيرني الإقتار والعذما لما رأت لأخيها المال والنعمة تبا لرأيك ما الأرزاق من جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسمة كلها قسمها الله وإدراك الإنسان لذلك يقتضي إيمانا بالله وإيمانا بأقدار الله وتعاملا مع الله على ما هو عليه كما قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمه الله مقامك حيث أقامك فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى في السراء بالشكر ويتجه إليه في الضراء بالصبر وكلها من مقامات اليقين فينظر إلى حاله الذي هو فيه فيعامل الله على أساسه على حال السراء يعامله بالشكر وفي حال الضراء يعامله بالصبر وهكذا فيعلم أن هذا طريق والطريق مثل الليل فيه ظلمات وعقبات ولكن يأتي الفجر بعد ذلك والفجر أيضا سيأتي بعده الليل ولن يستمر كثير من الناس نعم تزداد نسبة الرجاء أو التفاؤل لديه ويقول غدا سننتصر وسنكون مستقوم دولة الإسلام نعم سيحصل ذلك لا محالة لكن أيضا بعده سنعود إلى نفس الوضع الذي نحن فيه الآن لأن هذه سنة الله في التداول وتلك الأيام نداولها بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم نصره الله ونصر أصحابه ونصرا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا مكن لهم في أرضه ومكنهم من رقاب أعدائهم ولكن ما عاش بعد ذلك بدورة الإسلام إلا عشر سنوات وقامت الخلافة فما دامت إلا ثلاثين سنة الخلافة وبعد ثلاثون وهكذا طيب فضيلة الشيخ ونحن نتحدث الآن عن الابتلاء نتحدث عن أهل غزة وقد يسأل بعض أهل غزة مبتلون الآن منذ قرابة العام سقط الشهداء وسقط المصابون لماذا يشتد هذا الابتلاء على أهل غزة وما نرى من أهل غزة سوى أنهم أهل قرآن وحافظت قرآن كيف نفهم ذلك؟ بارك الله بكم بالنسبة لهذا هو الذي يؤكد لنا نفس المعلومات التي قلناها والأدلة التي بيناها من الكتاب والسنة فهذا الابتلاء لا يناله إلا من كان من أهل الخير والاستقامة والفضل وليس معنا ذلك أن كل أهل غزة من أهل الخير والاستقامة والفضل لكن فيهم ناس من خيار أهل الأرض ولذلك ابتلوا هذا البلاء هذا الابتلاء وهذا الابتلاء ليس ابتلاء لهم وحدهم بل هو ابتلاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وامتحان لجميع المؤمنين امتحان للحكام هل يدافعون عن الحق ويحركون الجيوش لنصرة المظلومين وهم يرون ما يتعرضون لهم من حرب الإبادة وهل هذه الجيوش التي في الدول الإسلامية وهي تجهز بأحدث الأسلحة وهي كلها من أموال الشعوب من أموال الأمة الإسلامية ماذا تنتظروا؟ لا عطر بعد عروس إلى متى تؤخر وتوضع هذه الأسلحة في المخازن؟ هذا امتحان الحكام ثم امتحان للأغنياء الأموال التي تكدس وسيموتنا عنها وسيرثها من وراءهم وسيوزعونها في الخير والشر لماذا يكنزونها الآن؟ وهم ممتلون بما يرون وحال إخوانهم يرون من يموت جوعا من الأولاد والنساء ويرون حال أهل غزة تحت الحصار سبع عشرة سنة وحالهم تحت القصف سنة كاملة وحرب الإبادة التي يتعرضون لها والمؤامرة الدولية التي لا تختص بالصهاينة المحتلين وحدهم بل تتعداهم إلى من سواهم كذلك هي ابتلاع وامتحان للمعافين الذين يأمنون على أنفسهم وأهليهم وينامون على فرشهم بأمان ألا يشعرون بحال إخوانهم؟ ألا يشعرون بما هم فيه؟ ألا يرحمونهم؟ ألا يشركونهم في ما آتاهم الله سبحانه وتعالى؟ فالمرؤة تقتضي أن لا يحسوا بالمتعة والسعادة بما هم فيه وإخوانهم في ذلك الوضع الذي هم فيه كما كان حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو على شركه في وقت حصار الشعب نعم فلم يستلذ المنام على فراشه وبنه هاشم وابنه المطلب في جوع شديد وعمته وخديهة من تخويلد في هذا الجوع الشديد فكان يأخذ لبيلة فيضعوا عليها الطعام ويقودها حتى إذا أدخلها الشعب رجعاً ويتركها تمشي ليأخذها من في الشعب طب فقدر الشيخ يعني يعني الشخص العادي هو ليس ليس بحاكم وليس بمسؤول وليس بغني كيف له أن ينصر أو يناصر أهل غزة وأهل لبنان الآن دخلوا أيضاً ضمن المستهدفين من الاحتلال الإسرائيلي هو الاستهداف ليس من الاحتلال الإسرائيلي كما يفهمه بعض الناس استهداف الآن دولي عالمي تأتي إليه حاملات الطائرات تمخر في البحار والمحيطات وتأتي إليه الطائرات المسيرة وتأتي إليه أنظمة التجسس في كل مكان فهي حرب دولية في الواقع وهذه الحرب ليست فقط في المنطقة الأماكن التي ذكرت بل هي منتجهتنا أيضاً إلى من سواهم لكن تكونوا بالتدريج كما في المثل أصيبت ويما أصيب الثور الأبيض هل ترى أن الأمر سيتمدد أكثر من غزة والأوليبنان طبعاً إلا إذا أقافهم الله سبحانه وتعالى فهذا الجهد هو الذي أخرهم لو أن أهل غزة تستسلموا في بداية الأمر لتعداهم الأمر وكانت مصرقد راحت وكانت الأردن قد راحت وهكذا تركيا وغيرها فكل هذه المنطقة هي عرضة لهذا الغسل كان سؤالي عن الرجل الفقير الرجل الفقير الذي لا يملك شيئاً على الأقل يملك قلباً ويملك دعاءاً ويملك احتجاجاً سلمياً بحسب ما يسمح له به القانون في المكان الذي هو فيه يملك قلماً يملك كلمة يمكن أن يقدم كثيراً فضيلة الشيخ منذ الإعناء على الحلقة هناك أسئلة كثيرة وردت إلينا نختار بعض الأسئلة منها معنا سؤال الآن يقول صاحب السؤال أيهما هل الأفضل خطاب الصبر والرضا بالابتلاء أم خطاب الأمر بالمعروف وتغيير المنكر أو نهي المنكر لا منافة بين هذا فالشرع كله مطلوب فالأمر المنكر شعير من شعائر الإسلام ولا بد منها وقد جاء فيها الوعيد الشديد في تركها لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلط أن الله عليكم عذاباً لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وكذلك الصبر والأمر بالصبر وهذا تواصل بالحق وتواصل بالصبر والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والصبر على أقدار الله هو من حسن التعامل مع الله وكما ذكرنا مقامك حيث أقامك فهو مقام مقامات اليقين ولذلك لا بد أن يكون الإنسان آخذاً بالدين كله لا بتجزئة ولا يأخذ جانباً منه ويهمل جانباً هل الأمر معروف المنكر خاص بالعلماء فقط فضيلة الشيخ؟ لا لا كل نبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أضعف الإيمان من رأى منكم هذا من الفاضي العموم يشمل الرجالة والنساء والكبارة والصغار كل من رأى منكراً لكن المنكر معناه المتفق على تحريمه والذي لا يختلف به بين المسلمين في حرمته لذلك يجب على المغير منكر أن يكون عالماً بالأمر كل الناس عالمون به غالباً من المنكر كل الناس عالمون به لأن أشد المنكر الشرك بالله كل الناس يعلمون أن الشرك بالله أكبر المنكرات ثم بعد ذلك الكبائر التي لا يعرف الإنسان الإسلامي إلا بمعرفته بحرمتها كالزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشرب الخمر وعقوق الآباء والأمهات وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسرقة والغصب والتعدي هذه أمور لا يعرف الإنسان الإسلامي إلا بها لا يمكن أن يقول أحد أنا مسلم ولكن لا أعرف وجوب الصلاة ولا أعرف حرمة شرب الخمر ولا أعرف حرمة الخنزين لكن لو أرد أن ينكر منكراً لكن ترتب عليه منكر أكبر عليه أن لا يقدم على ما يترى إلا بدراسة الجدوى وما يترتب عليه وأن ينظر إلى ذلك نظرة فاحصة وكثير من الناس يبالغ في هذا الأمر أيضاً وهو ينسى أنه نعم قد يترتب منكر عاجل لكن يترتب فضل كبير وشهادة في سبيل الله وفضل عظيم فليس كل أمر يترتب على النهي عن المنكر يكونوا شراً يكونوا من هذا الابتلاء الذي ذكرناه نعم بارك الله فيك فضل الشيخ سؤال آخر يقول صاحب السؤال كيف يمكن حث الأغنياء في العالم العربي على مساعدة أهلنا في غزة وأسأل الله أن يهون عليهم ما هم فيهم يا البلاء لا بد أن يدركوا أن ما عندهم ليس لهم وأنهم مستخلفون فيه والله خاطبهم بذلك صراحة فقال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالأغنياء ما تحت أيديهم ليس لهم ولذلك كان تحت أيدي آخرين قبل أن يصل إلى أيديهم وسيعود إلى أيدي آخرين بعد موتهم وما تحت أيديهم لا يمتعون به أبد أبدين إما أن يذهبوا عنه وإما أن يذهب عنهم فلذلك عليهم أن يبادروا وأن يقللوا معزيزا فيك فضل الشيخ يعني كيف تتحقق هذه المعاني لحركة تفضلت بقولها في قلب الإنسان يعني نسمع هذا الكلام الطيب لكن كيف نحققه في قلوبنا لا شك أن الإيمان يحتاج إلى مجاهدة حتى يتحقق في القلوب ولكن معرفة الإنسان الحقيقية لهذا الأمر ورؤيته لأحوال الناس من حوله فالموت عقيدة يؤمن بها المسلم والكافر حتى الملحد يؤمن بعقيدة الموت وكذلك سلب المال عقيدة هي من الموت كل الناس يؤمنون بأنه لن يمتع بهذا المال مدة بقائه وأنه سيزول عنه إلى غيره وقد قال أبو طيب المتنبي لا فضل فيها للشجاعة والنداء وصبر الفتاة لو لا لقاء شعوب فإذا كان الإنسان محققا لعقيدة الموت وعلم أنه راحل فلذلك لا بد أن يبادل لتقديم هذا لأن هذه العقيدة حتى أهل الشرك كانوا يعتقدونها فحاتم بن عبد الله الطائق كان مشركا في جاهلية لكن يقول أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا وكذلك طرفة بن العبد فقد ذكر أن أرى قبر أحام شحيح بماله هذا مثل قبر الغني تماما يراجد فتين من تراب وما في فرق بين الغني والفقير بعد الموت بحسب الظاهر فوق الأرض فلذلك على الإنسان أن يبادر ويستغل ما آتاه الله قبل فواته ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك أرشد إلى أن يستغل الإنسان صحته قبل سقمه وشبابه قبل هرمه وغناه قبل فقره وبين أيضا المبادرة إلى الخير المبادرة قبل الفتن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم وكذلك صحا عنه أيضا في السنن أنه قال بادروا بالأعمال سبعة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرة منصية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر يقول البعض مثلا أخشى على مستقبل أولادي فأؤمن مستقبلهم بهذا المال وأنت من أمن لك مستقبلك لا بد أن تدرك أن الله هو المتكفل بأرزاق الخلائق الأجمعين وأنه قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وأنك لو أمنت لهم هل تستطيع أن تؤمن لهم الحياة هل تستطيع أن تضمن لأولادك أن يعيشوا بعد موته لا أحد يضمن لا أحد يضمن ذلك فلذلك لا بد أن تعلم أن هذا تسيره إلى الله جل جلاله أنك التعامل مع الله وأنك مسؤول عن نفسك وأنك ستبعث وحدك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها والناس جميعا مستضلون بظل صداقاتهم يوم القيامة في مستقل ومستكثر وقد قال رجل من بني تميم حضر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصد بارك الله في ذات الشيخ سؤال آخر يقول صاحب السؤال كثرة الابتلاءات المتتالية قد تجهد الإنسان وتكلفه فوق طاقته فما الحل العمل قبل الكلام النظري نعم بالنسبة البلايا شديدة وتشتد في آخر الزمان كلما اقتربت الساعة وكلما اشتدت الفتن ولذلك أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة هي فتنة المسيح الدجار وهي في آخر الحياة الدنيا وهذه الفتن الشديدة ابتليت بها هذه الأمة ولابد أن نتعلمها لأنها جاءتنا في القرآن وفي السنة وأن نقوي عزائمنا وأن نصبر أنفسنا عليها وأن نهيئ أنفسنا لها كما قال الشاعر الحكيم يمثل ذو اللبه في لبه مصائبه قبل أن تنزلا فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا وذو الجهل ياما وأيامه وينسى مصارع من قد خلا فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا فلابد أن يتهيأ الإنسان لهذه المصائب وأن يعلم أنها آتية لا محالة وأن عليه أن يكون مستعدا لها صابرا كما قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وحينئذ يبذل الإنسان جهده فيعلم أن لديه قدرا وشرعا فالقدر يؤمن به ولا يعمل به والشرع يؤمن به ويعمل به فيعلم أن الكون كله يسيره القدر وأنه هو مطالب بالعمل بالشرع فيبذل الأسباب حتى ولو كانت الأسباب ضعيفة يأخذ آلة التفجير الصغيرة حتى لو كانت خفيفة ويذهب بها إلى الدبابة الكبيرة والله سبحانه وتعالى هو الذي يفجرها وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فضلت الشيخ فكرة نلحظ في الأيام الأخيرة بعض الصفحات وبعض الشباب صغير السن يلتقط لبعض العلماء بعض الحديث أو بعض السقطات ويركزوا عليها ويبدأ بالتشنيع على العلماء هل هذا يعد أيضا من الابتلاء؟ نعم لا شك هو من الابتلاء وأيضا ابتلاء للطرفين 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 فقد يكون الشخص وهو غير معصوم مقع فعلا في خطأ فأراد الله أن ينبهه عليه ليتوب تظهر له زلته وخطأه ليتوب منها وقد يكون الشخص ليس كذلك وأراد الله له مقاما رفيعا ولم يبلغه بعمله فيعطيه الله أعمال الآخرين فيهدون إليه حسناتهم وكل ذلك من أقدار الله سبحانه وتعالى وترتيبه وقد قال ابن القيم رحمه الله أعزلات العلماء يقدار وهم بحار وإذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل الخبث نعم نعم كان هذا خير ختام لهذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلماء الشيخ محمد حسن والددو رئيس مركز سكون العلماء بنوتانيا شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وإياكم أكرمكم الله السامعين والمشاهدين آمين الله بارك الله فيك كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إن ألقاكم في الجمعة المقبلة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة